إعادة إحياء الأفلاج بتصاميم عصرية حديثة وسماع خرير المياه المتدفق بين جناباتها وكأنها تعزف سمفونية الحياة بأنغام طبيعية هادئة تبذل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد مياه حقيقة جهود كبيرة في صيانة الأفلاج وإعادة إلى مجاريها الطبيعية من الجهود التي تقوم بها المدير العامة للثروة الزراعية وموارد مياه محاوط الأبريمي في صيانة عدد 30 فلاج على مستوى المحافظة تقريبا 16 فلاج في ولاية البريمي و14 فلاج في ولاية محظة طبعا هذه الصيانة الأفلاج أتت بعد الأنواع المناقية التي حصلت على مستوى المحافظة حقيقة وبلغت القيمة الإجمالية لصيانة هذه الجميع هذه الأفلاج حوالي أكثر من 500 ألف ريال عماني مؤشرات وإحصائية رقمية تشير إلى حجم الجهود الحثيثة المبذولة في هذه المشاريع إيمانا بأهمية الثروة المائية وضرورة المحافظة عليها أهم الأفلاج حقيقة التي تقوم المديرية بصيانتها الآن الفلجة التي نحن وقفين عليه فلجة الصرفانة بولاية البريمي بلغت نسبة الإنجاز فيها أكثر من تقريبا 50% الآن ما تبقي جزء إن شاء الله تعالى خلال شهرين من انتهاء منه اتسعت رقعة المساحات الخضراء إثر تجمع مياه الأمطار والأودية في الأفلاج المصانة بعدما كانت تتسرب هنا وهناك في طريقها إلى المزارع دون الاستفادة منها قبل الصيانة كان الفلج هو كائن زيه بس تمثل ما عارف لما قال المطار له خرب قيمة الفلج شلن الوادي وقامهم بصيانته وضبطوا الفلج والحين الحمد لله الماء يقري في الفلج ويسكن ناس مزارعهم بشكل قيد طبعا استفدنا بعد بدء المشروع في توصيل المياه إلى القرية من حيث لا يوجد فيها تسربات والتهالك فبذلك يستفيد أهال القرية من حيث المزرعات والمواشي وكل ما هو يحتاجه الاهتمام بالثروة المائية وصيانة الأفلاج حسب المعايير الحديثة يعيد نبض الحياة في القرى المحيطة بها من محافظة البريمي عادل بن حمود السعيدي